بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم غدير غازي إن شاء الله بهاي المحاضرة راح نتعلم شو يغلا كلش مهمة وهي البطنز الأزرار شو نقدر نسوي يعني شو نتدقم هنا الأزرار البطنز شو نقدر نسويها بالفورم نروح على طبعا نفتح الفورماتنا سوينا بمحاضرات سابقة نروح على ديزاين فيو أروح على كونترولز ديزاين كونترولز البطنز هذا الناس المربع بأربع أكسات من أختار يعني بس خلي الماوس يطلع لي كلمات البطنز تغير شكل الماوس أسوي مربع مع البطنز المالطة بالطريقة التعجبني راح يطلع لي شنو كوماند بطن الوزرد مالطة شون الشير راح أسوي أول شي راح يقول لك الكاتجوريز شرينو راح يسوي هذا البطنز تريد ريكورد راح يسوي ناكست أو فيرس فايند ريكورد يعني كوتف يعني لاسد ريكورد تطلع جوا بالريكورد مالتي المنيون القائمة جوة تطلع لي أسوي عمليات على ريكورد أضافة ريكورد جديد حذف مضاعفة برينت إلى آخرية أو شغلات على الفورم اللي هي نفتح الفورم يعني أعفو كلاوز فورم أوبن فورم نطبع الفورم مالتنا ريبورتس يعني أقدر سوي ريبورتس أقدر تذهب إيميل سوف أطبعها شغلات علاقة قابل تطلع من الاخصف يعني يطلع من الأكسس الصورة عامة ومسلينيس اللي هي متنوعة شنون عنده أن أوبن تابل يعني طبع الجدول أو شغلنا ماكرو جم فعنده شنون راح يسوي راح يسوي يضيف لي ريكورد جديد عن طريق الريكورد أضافة نيو ريكورد ناكست يجيلك شنو تريد شكله تريد شكله صورة لو تكست شنو تريد شكله بوطن المالتي إلا لا تكست أكتب عليه أضافة نيو ريكورد أضافة نيو ريكورد أضافة كماند 13 هذه التسمية هذه التسمية يعني تفيدني برمجية بس حاليا أنا بس أخليها مثل ما هو يطلع لي هذا الشكل بوطن المالتي أقدر أغير مكانه ما عنده مشكلة أقدر أغير بالستايل بالفورمات كويك ستايل خلي أسود أزرق شوني أجبني فراحتي خلي برتقالي حتى يبين أنه هذا بوطن أوكي أسوي لي بعد عن واحد جديد بوطن جديد يسوي لي أكسيت للفورم يسد لي على الفورم أروح العفو على الوطن هذا شنو الشغلة يقلني يروح على الفورم أوبرايشن سوي لي يسد الفورم نكست أروح على التكست اسمه أقل بوطن جديد أغير أغير أجب أن أقوم بحجم هذا أغير أغير أيضاً اروح على الوطن طارة بنس اللون حتى ما صار عنده مشكلة زين اروح حسا ارجع على الفورم وضعيات الفورم ديزاين شوف شكل هن صار كلش حلو رتب وطبعا هي دائما الناس يعني اذا تريد سوي قاعد بيانات انت انا نصحك انت دائما تسوي بطنز اللي ايش لان لان الناس تحب تضغط الازرار حتى يعني عملها يخلص فقدر تسوي نيون ريكورد بس متجرد دوز دقمه هنا راح نضاف لنيون ريكورد تقرأ تكتب بيل طبعا علومات مالتي طبعا ها اللي برز شايلها فاذا لك انت مشوفها حاليا تقرأ تكتب الاسم الاخره تقرأ تسوي كلوز فورم سد الفورم فرأسا يطلع لك سيف وهاكذا طبعا ارجع اقول اضافة ازرار شغلات كلش مهمة اهوائك ومهام بيها تقرأ تتجربها وتشوفها ان شاء الله تكلها مألوفة ومفت شي غريب على احوال ان شاء الله تكون محاضرة مفيدة لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته